خلينا أقول لحضراتكم بعض الأخبار السريعة الخاصة بمنتخبنا الوطني وكمان نعرف رأي إسلام ومروان عليها أول خبر معنا بيقول إن كارلوس كيروش حدد معاد للإعلان عن قائمة المحترفين المحليين اللي هتنضم إن شاء الله لقائمة منتخبنا فيه اللقائين الهامين جداً 25 ذهاباً 29 إياباً أمام منتخب السنغال في المرحلة التانية من التصفات الأفريقية المهلكة السعال مرحلة ختمية والمرحلة الهامة جداً اللي على أساسها هتحدد من الفرق والمنتخبات الصعيدة إلى بطولة كاس العالم قطر 20-22 يوم 19 مارس الجاري ده هيكون المعاد والتاريخ اللي هيعلن فيه كارلوس كيروش عن قائمة منتخب مصر من المحترفين المحليين تاني الأخبار المهمة جداً التي تخص كارلوس كيروش وتخص منتخبنا الوطني الأول إن فيه بعض الأسماء القريبة جداً من الانضمام لقائمة منتخبنا في اللقائين دول عشان يعوضوا غياب أكرم توفيق ربنا يا رب يرجعوا بألف سلامة هو أحمد حجازي هم الاثنين من أهم عناصر منتخبنا الوطني الأول الاثنين غيبين بداعي الإصابة اللي ألمت بيهم فيه بطولة كاس العالم الأفريقية اللي فاتت اللي احنا وصلنا للفاينال بتاحها فيه بعض الأسماء المطروحة إن هي تحل محل الإسمن الكبار دول عندنا محمد هاني باك يميني نادي الأهلي عندنا محمد حمدي باك شمال فريق بيرامدز كمان عندنا إبراهيم عادل واحد من المواهب الوعدة جداً في خط هجوم فريق بيرامدز وعلى فاكرة من اللعيبة اللي كانوا مطار إعجاب وما زالوا مطار إعجاب بالنسبة لكارلوس كيروش ولكنه كان بعيد شوية الفترة اللي فاتت ولكنه يبقى من القوام الكبير بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأول ترجمة نانسي قنقر